إذن كما كنا نتابع اليوم نعلم على أن الجزائر تسعى للابتعاد وخلينا نقول حتى القضاء على السياحة التقليدية من خلال ما تبعنا هناك سعي لتوجه نحو الرقمنا في الخدمات بالعديد من الفنادق كذلك تجسيد لمنظومة معلوماتية لو تحدثنا بالتفاصيل عن هذا التعضينا في الصورة عن هذه الخطوات التي وضعتها الوزارة الوصية شكرا جزيلا عن السؤال يعني كي نسمع السؤال لتعاك الجزائر تسعى لتقضي على السياحة التقليدية يعني ما لازمش ندير فرق بين لأن السياحة بصفة عامة هي لها كثير من النماذج طبعا ولها كثير من التوجيهات نحن في الجزائر عندما نقول السياحة يعني اليوم وشفناه يعني أكثر شيش فيناه بعد مجال الكورونا فيروس نحن في الجزائر اطورت بزاف السياحة الداخلية لأنه كان شيء اللي كانت غنق كل الدول الأجنبية بطيران وكذا يعني كثير من السواح الجزائرين توجهوا إلى السياحة الداخلية يعني بنموذج اقتصادي دولي نحن نعرف بالليل يوم برنامج رئيس الجمهورية هو واضح ونتكلم على إقلاع اقتصادي هذا الإقلاع الاقتصادي لابد أن نعرف هو ليس وحدينا في العالم لأن التدهورات الاقتصادية العالمية جعلت أن اليوم يكون العالم اقتصادي مريض اليوم نبحث على مكانتنا في العالم في النموذج الاقتصادي من باب السياحة وتطوير السياحة في داخل بلدنا والجزائر الشيء اللي نعرفه الجزائر هي بحجم قارة وليس بلد يستهوى عليه كما نقول احنا والشيء الممتاز في بلادنا هي اليوم من الباب نقول احنا نقول احنا احنا نقوله شغل ما راناش على باج يعني مع الدول المجاورة او الدول الاوروبية المجاورة عندما نتكلم على البحر الابيض المتوسط دور الرقمنة في هذا الميدان هو له دور مهم جدا واحنا برنامج رئاسة الجمهورية وبرنامج الحكومة الجزائرية منذ اليوم اكثر من ثلاثة سنوات نتكلم على تطوير الرقمنة في كل القطاعات لابد ان نعرف الكلمة ما معنى الرقمنة لان كثير من الناس اليوم عندما نتكلم بلغة الرقمنة نتكلم على الاستخدام نتكلم على الانتليجنس ارتيفيسيال نتكلم على البلاتفورم نتكلم على السيتواب نتكلم على زيقبي احنا كاختصاصيين في ميدان السياحة بلغة الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة عندنا ما نسميه بنموذج يعني يعني عن طريق الفندقيين توعنا محليين الاشياء اللي نطلع بيها نطلع بيها بصفة حقيقية مباشرة عن اصحاب الفنادق من الباب الارضية الموجودة يعني لا نتكلم بلغة خيال يعني الشي اللي رانا نعيشه فيه في ميدان الرقمنة وحاجيات الرقمنة للتطوير كل ما هي السياحة الداخلية والسياحة للسواح الاجانب نتكلم عليها بصفة اختصاصيين واصحاب هذا يعني دي فيريتا بروفيسونال دي لوتلغي دي توريز دون مانيار جنرال اليوم باش نعرف السياحة بصفة عامة هي كيكون سائح يعني عنده مرحلة يأخذ القرار يتوجه للفندق الفلاني او للمنطقة الفلانية وهذا السائح هذا تكون عنده عندما تكون عنده آليات تكنولوجية راح تسهلوا على اخذ القرار سيدي زوتي داد على بخيز دي سيزيون ليهما آليات تكنولوجية متوفرة عن طريق منصات او عن طريق برامج يعني كي نسميه في الدول الاجنبية يدي سيت كي سنتخي تخي كوني هادلي سيت كم بوكينج يعني موش يعطيك إلا قال المكان لك راح تروح له يعني نتكلم نحطوه في مكانتنا في مكانة السائح يعني يدي بلاتفورم ليعطيه كل شوى بغابور نوتي كمباراتيف صف ديال هادلي بلاتفورم راح يخليه وك يقوله يعني في الميتال في المنطقة الجزائر العاصمة او تيلمسان او كذا راح هو يقول لك بللي الفندق الفلاني بالنجوم الفلانية بالستندق الفلاني هاو السعر التاعو الفلاني يعني يعطيك جعل زليمون كمباراتيف راح يخلي لك انتي في البيت مازال ما جيتيش للبلاد مازال ما جيتيش للجزائر مازال ما قرجتيش راح يخليك ديجا يعاونك باش يسهلك اخذ القرار هذا شي مهم جدا وهذا الشي لليوم احنا في الجزائر لابد ان تكون عندنا نقوله هاد الاليات اللي هما لبلاتفورم والفيديرالي احنا يا راه تعمل مع وزارة المؤسسات الناشئة وكان عندنا خرج الأسبوع الماضي مع جامعة الجزائر الوسطى الأولى وان شاء الله تكون اتفاقيات في هذا المجال لتحسين اليوم استسمحك سيد حبيب مدالي يمكن انه تحدث على الاستثمار في مجال السياحة والعمل على تطوير هذا القطاع لانه يعتبر يعني اهمية كبيرة من الجانب الاقتصادي دون الحديث عن ادراج التكنولوجيا وكل ما له علاقة بالرقمنة الرقمنة نعم عندما نتكلم بمجال الاستثمار في ميدان السياحة في الجزائر احنا نعرف باللي الجزائر من الباب الفندقة يعني احنا رأنا فقارة من باب حجم الفندقة في الجزائر احنا الجزائر راهي حجم الفندقة وحتى حجم الخدمات عندما نقول الفندقة يعني ما كملتلكش باش نقولك لأن هذه الخدمات هي لب الموضوع لكي ننجح في مصار السياحة بصفة عامة لأن احنا عندما نتكلم على وزارة السياحة لسنا نقول انها وزارة الفندقة انها وزارة السياحة هذا هو المفهوم الحقيقي لأن السياحة لابد ان تكون عندك كثير من سيديزي طاب لأن السائح عندما يجي ويشتري ليس يشتري نقول احنا في الفندق ويني رحيبات ولكن هو يشتري بصفة نقول احنا نموذجية ما نسميه بالسجور يعني السجور كي يجلس عندك عشر ايام ولا يجلس أسبوع هو يأتي لكايبور ديكوغير يعني احنا نتكلم على السياحة من طرف التقني السياحة هي ما بين نقطة الف ونقطة باء وهذا النقطة الف والنقطة باء تكون فيها لتكون فيه برامج لسائح لكي يكتشف هذه المناطق اللي يروح يتجول فيها ومن هنا احنا نقول ان لابد ان نعمل الفرق بين ما نسميه بالسياحة والطرفية كثير من الجزائريين يتوجهون الى البلد الشقيق والجار تونس يذهبون الى فنادق ولكن نقول يروحوا للسياحة ولكن هي ميش سياحة لانا يدخلوا الى مقفول عليه لمدة 15 يوم وعندنا ما نسميه بالفرمولة يعني كل شي موجود بسعر واحد يأكل يشغروا بعمل دليا ولكن ما يخرج البشيدير السياحة هنا الجزائر الشي اللي عندناه قلنا عندنا 1600 كيلومتر البحر الأبيض المتوسط هادي 14 الولاية الساحلية غنية بطروات تقليدية وغنية بتاريخ هذا التاريخ نشوفه برك حنا رانا نقوله احنا في الولاية باركزنب تيبازا لراهيا كوتيتنو تشوف انتي كل البرامج السياحية عن طريق السائح الأجنبي كي يجي ملتما كي يجي لجزائر يقول لك نطلع نروح نشوف باركزنب يقول لك نروح نشوف لغوين غمان احنا نعرفه اليوم يعني كاين تاريخ الانسان جي هذه السياحة الحقيقية ولكن لو نذهب الى فندق ونغلق علينا ونقعد باش احنا نعمل بما نسمي هدو ما لباحكات كواتي كتوسا هذه لغة طرفيه ليس الا لغة طرفيه وهي بعيدة عن ما نسميه بالسياحة بصفة عامة طيب اشرت إلى نقطة جد مهمة سيد عبدالطيف اليوم لما نتحدث عن السياحة ناخدها من كل الجوانب سواء تاريخ او شيء اخر انتم اليوم كفيدرالية الفندقة والسياحة اكيد انتم على علم على ان هناك العديد من المواقع السياحية والاثرية الهامة لكنها من شئة مهملة واخرى مغلقة اليوم لما تقول نجيبوا السائح ليس ببعيد اشرت اعطيت مثل على تيبازا لما نروح لتيبازا هناك العديد من المواقع الاثرية لكنها مهملة وكذلك مغلقة هنا اي جهة يجب ان تتدخل انتم كفيدرالية اين هو دوركم شكرا جزيلا وسؤال مهم وفي الصميم المستثمرين في ميدان السياحة هما بخبراتهم يعني وشكت تحكي لك مقبلات نقول لك على له السجوء عندما انتي تستثمر في منطقة معينة كفندق صاحب الفندق هو له علم لكي كما نقول احنا يفعل لسان انفستيسما بس كهواني نفهم ولينا عود نقول لك ما روش هنا بش يبيع لبيرجمو بس ك بش تبيع نقول احنا ليلة لسائح هذا السائح لابد انتي توفري له ما نسميه بلسيخوي يعني الانسان قبل ما يجي تخل للفندق ويجي لعشية بش يبات توفري له وين يروح يعني في النهار هذه الاماكن التي تتكلمون عليها هنا كثير هي مرتبطة بما نسميه الوزارة التقافة يعني هدوما الاغويين وهدوما الامور التي نكتشفها كثير هما ليس مرتبطين بصفة مباشرة بوزارة السياحة ولكن هما يلعب ونظور في هذا النموذج سكونا سكونا بلي لسيخوي للسائح بصفة عامة لابد ان يروح ويشوفها اليوم لابد ان نسأل هل هذا المناطق كما نقول احنا ليهوين ولا مفتوحين لاتفاقيات واحنا نتكلم باسم الفيدرالية الوطنية ان تكون شاركة بين هذا المختصين وهذا الناس اللي اليوم هما يديرون يعني هما الادارة اللي مسكلفين بهذا المناطق اللي اليوم راك تقول لي مهم لا هل احنا مفتوحين على تكون اتفاقيات باش نرجعوا لهذا المناطق نقول القيمة المضافة لكي احنا كسواح الناس اللي جعلين تروح عندهم وتجول عندهم وتاخد اشياء من الباب الرقمنا هناك آليات تكنولوجية باش نفهمه السائح عندما قبل ما يأتي للبلاد نقول احنا الجزائي نتكلم على السواح الاجانب هو لاه علم بهذا المناطق لان البلاتفورم تروح يدري ليهوين الجغيين بار اكزام بسوغ سيت انتغنت تصيب انتيا قاع الامور يعني مجردة يعني ما يش قال مكاش السائح يسأل نفسه هنا نتكلم على السيركوي كيفاش هو من الباب الخاذامات يسيب بون بلاتفورم وين يقدر يبرمج وين رح يبات يبرمج طائرة يبرمج السيارة ولو لازم يكريها يبرمج لقيد اللي رح يتلقى به ويدل له هذا الجولة هذا الشي اللي خاص نحنا في نقول احنا في بلادنا وهذا الشي راي تخدم عليه الفيدرالية مع مبرمجين مع اختصاصيين في هذا الميدان لكن رح نشوفه في نسو الوقت على انه شباب واليوم يسمى بالاستخدر نشيطان ايضا في هذا المجال وعندهم افكار واقتراحات اللي راي من جهات تتماشى مع وشيطلبه الوقت والعصر اليوم وكذلك تقريبا نفس الخدمات يعني نتكلم على افكارهم اللي راي موجودة في العدد من دول العالم دول العالم عندما نتكلم بلغة التكنولوجية ونتكلم بما نسميه اليوم الاستخدر لازم نعرف باللي شبابنا احنا في الجزائر عندما يتجه لانشاء مؤسسات عنده اتنين اتجاهات يقدر يروح باش ينشأ مؤسسات صغيرة او يذهب باش ينستخدم شبابنا احنا اليوم في الجزائر الشيء اللي يضروا هو الامكانيات من باب التموين لمشاريع التحهم واحنا قلنا في الماضي بان في الخارجات اللي خرجنا بها قلت لك وكان عندنا لقاء مع جامعة تعالى فاكسونتران باللي الفيدرالية لها امكانيات لكي تساعد من مع الشباب في انشاء هذا البرامج نقول احنا بصفة اولية لان الشباب عندما يريد يبتاكر نقول احنا يبتاكر اليات تكنولوجية لاستحداد كل ما هو له علاقة بالسياحة احنا نوجه يعني نصيحة للشباب ان لازم يكون عنده نقول لازم يكون عنده انتوشي معالي بروفيسيونال دو سيكتور باش حنا نطرح عليهم ما هي الحاجيات الحقيقية لانه عندما هو يروح ينشأ نقوله برنامج وانا اليوم سينيبا يبتاكر في الاتوليزاسيون راح يديرو ما يسيب شكون يدي عليه البرنامج هذا ولكن عندما يكون عنده ينبخوش مع الفيديرالية الفيديرالية عندها اليوم ما تقدر تحط لشباب هذا من سيغة الاوليات في البحث على الافكار المبتكرة لتخلي السياحة في الجزائر تكون عندها القفزة المطلوبة من الباب نحن نتكلم على هذا الإقلاع الاقتصادي هذا هو الشباب هذا اليوم نقوله نحن الفيديرالية اليوم راهي على أكثر من أربعين ولاية يعني عندما نتكلم على شبابنا شبابنا هذا عنده un point de communication في القطر الوطني وعن طريق البلاتو نقول لهم باللي يتقدموا إلى الفنادق اللي اليوم مراهم موجودين احنا أكثر من أربعين ولاية لكي يتقربوا بالفيديرالية وعندنا ممثلين الفيديرالية في القطر الوطني لكي تكون هذا اللغة الشراكة من الباب البحث والابتكار في هذا الميدان عندما نتكلم عن الرقمان باش نقول نطور الفندقة لازم نفهم قلت لك السائح تكون عنده الفكرة لازم يكون عنده البرنامج اللي يقلي يتاجه ومعند هذا الفكرة مخصوصة عندنا قلت لك هذا السائح الأجنبي قلت لك في ظر واحد يقدر يدفع 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 ويدفع البرنامج اللي يروح يدير السائح هذا الشيء اللي أنا نبحث يعني اليوم حسبك سيد حمام ده أنه تعميم النظام الرقمي ما رهوش بالصورة يعني ليس بالأمر الهي خصوصا أمام غياب من جهة قاعدة بيانات وحتى أنه الترويج لهذا الأمر يحتاج ربما نوع من يحتاج وقت بيشير بيشير الشيء اللي راهو ما نقوله ويشحنا اليوم ممتاز قلت لك ونعود لك نحن يعني كدولة جزائرية ما زال عندنا فقر كبير من عدد الفندقة نعم ولازم نعمل الفرق بين الفندقة والسياحة الشيء الممتاز اليوم احنا كين غلطات يعني دارتها دول أجنبية أظمى يعني يمكن نحكم اليوم نشوف بيطنا احنا بلادنا ما زالها لفيايج احنا الصحراء الجزائر برك يعني وش نقدر ندير فيها عندما نقارن بأخوتنا كما الأردن اليوم السائح الأجنبي هو يبحث على شيء كما نقول احنا الناتورال عيا يعني السائح الأجنبي دور رفاهية عليا تقول لو روح عندي نايا ونسبي احنا نوتل دو سنك اطوال شغاطون بيطون يو ينفر ما وما دابه توجور بمعيار لسنك اطوال صح يكون بينزوج جبال في الصحراء ورجلو أرمل سياحة صحرائية وحتى السياحة الحموية كان يستغل تماما اهمال بارك الله وفيك حمام المسخوطين حمام دبان في قلمة في العديد من الولايات سياحة الحموية يمكن استغلالها والترويج لها خصوصا في فترة فصل الشيطان وكذلك ربيع نحن الجزائر اليوم عندما نشوف نشوف الموسم السياحي يعني في الدول الأجنبية عندهم موسم سياحي عندهم المواسم لأوت سيزون لأوت سيزون لأوت سيزون نحن نقدر نقوله في الجزائر لأوت سيزون عندما نتكلم يعني بالطقس يعني لأوت سيزون عندنا في الميدي تيغاني ما كاش عندهم كثير من نحن يعني الناس عندهم شهرين نحن نقدر تكون عندنا حتى الخمسة شهور في العام ونزيد ونعود شوية للوراء نشوف خارجات رئيس الجمهورية عندما كانت بثلت أيام مع وزارة الفلاحة وتكلمنا على الغابات يعني اليوم نشوف الملايين الهكتارات للغابات الجزائرية اليوم الغستوفييرش الرئيس يعني بكلام واضح تكلم على الاستثمار من الباب السياحي والطرفيه في الغابات اليوم شفنا وزارة الغابات وورنا باتصال مع المديرية العامة للغابات ليهو اليوم يحضروا ما نسميه دفتر شروط الجديد لكي نسمح بالاستثمارات الداخل للغابات عن طريق هذا بعث الاقتصاد من الباب السياحة في الدولة الجزائرية احنا عندنا يعني بلادنا بحجم قارة عندنا الميديتيراني عندنا الأجبال وعندنا الصحراء الشيء اللي خصنا هو سيلا ماركيتينج سيلا كومينيكاسيون بس ك من الباب السياحة الناس تبحث على السيكوديتي الناس احنا ما ننساش باللي في العشر سنوات السوداء اللي جازت على الجزائر يعني ضربتنا يعني قصفتنا من الباب اللي نقوله احنا يالا السيكوديتي دون كار لسيكوديتي اليوم الحمد لله يعني الجزائر تتبتت مكانتها في العالم من الباب الحمد لله من الباب لسيكوديتي إلى سيكوديتي يعني اليوم ما عندناش هذا الشيء الشيء اللي لازم نطلب عليه ولازم نعرفه تانيتو هذا شيء مهم جدا عندما نسأل نفسنا لماذا السياحة اليوم أخذت نقوله رهي شوية الفخانة في الضمان لإستثمار لابد نعرف باللي الآليات البنكية في الجزائر عندما نتكلم على الاستثمار في ميدان السياحي ترافق ترافق هذا المستطمرين في إطار السياحة لمدة 15-20 سنة حنا الآليات البنكية لا تلعب بالضور بصيفة عندما نقول بمعايير دوانية ما يجرى في البلدان الجوارية والبلدان الأجنبية وهذا عملنا احنا كانت لنا فرصة وعملنا يوم دراسي مع ممثلين البنوك وننتظر الجواب يعني هناك كثير من من ما نقوله عواقب يعني نقوله نحن نرى نكتشف دور الفيدرالية اليوم مع كل ما هي إدارة نقوله حوكمة لإقلاع الاقتصاد لهذا السياح في السياحة اليوم نحن الفيدرالية دورها أن تخلي تكتشف إدارتنا المحلية في إطار الحوكمة ونزيد الحوكمة الدكية لأننا شركة لأخذ بهذا القطاع بقفزة نوعية لكي نقدر ننافس جيراننا لكونوا قدمنا وجيراننا في البحر المتواصل بالفعل بالفعل من حق القفزة في هذا القطاع سيدة عبدالغطيف ممدعو الفيدرالية الوطنية للفندقة والصيحة أشكرك مجددا على تلبية الدعوة مشاهدين توقف الآن المتواصل